اشتركوا في القناة في ذلال رمضان الحلقة الرابعة تحت عنوان رمضان شهر القرآن تعرفون رحمكم الله كيف أن رمضان شهر القرآن الكريم ببييز وذلك بنص القرآن نفسه يقول عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآيات والعلاقة بين الامضان والقرآن علاقة قديمة منذ أيام الغار منذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في الغار فنزل عليه أول ما نزل من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرى بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرى وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كما نعرف أن الشفاعة أعظم مرغوب بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما نطلعها بقلب سليم بقلب سليم وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان أي يعطى لهم الإذن وتقبل شفاعتهما بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يهتم بالقرآن الكريم دائماً ولكنه يهتم به أكثر في شهر رمضان المبارك حيث كان من أعماله في ذلك عليه السلام أنه يعرضه على جبريل كل رمضان مرة ولما كانت سنة وفاته عرضه عليه مرتين كما كان سلفنا الصالح يشتغلون بالقرآن في رمضان يتركون كل المشاغل ويقبلون على القرآن تلاوة وتدبرا وتفسيرا وحفدا ونشر فأقبلوا رحمكم الله وهداني وإياكم إلى كل خير على القرآن في شهر القرآن تكون من الفائزين الناجين يوم الفزع الأكبر فليكون للواحد منا ختمة من أجل التعبد تكون سريعة نسبياً وختمة أخرى أو ما تيسر من القرآن ترتبط بالتدبر والتعمق في معاني الآيات وفي نفس الوقت نضموا مع أبنائكم وأصدقائكم مجالس يتلى فيه كتاب الله وتتدبر معانيه فإن ذلك أفضل عبادة وأجمل ما ما يتقرب به إلى الله في شهر القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونورا وضياء أبصارنا وجعلنا ممن اهتم به وتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته وبتدبر في معانيه وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة